طب انا حسألك هنا سؤال اسمها ايه؟ بيقولوا عليه ايه؟ نميس شوية اي اي اوكي اوكي انت عملت الاختيار التلات اجزاء وطبعا ده اكيد اخد منك وقت وجهد وصعوبة ومجهود ونفسية وكل حاجة يعني انت وكل حاجة واخد منك وقصحتك كلها اوكي ده ده اكيد حلمك انت كبيتر ميني مخرج عنده حلم في السينما وفي الصناعة وعايز يقدمها ويقدم مواضيع مختلفة ما حسيتش انك ممكن تعمل يعني كنت ممكن مثلا تقدم الجزء الاول ومسلا الجزء التاني حدا تاني يعمله وانت في الفترة دي تعمل عمل اخر او مثلا بين الجزء التاني والتالت ممكن ما تعملش مثلا التالت وتعمل عمل اخر انت حلمك انك تقدمه هل الاختيار التلات اجزاء؟ حس انه اخد شيء من حلمك انت الشخصي لا بس انا يعني بس انا حلمي شخصي كمخرج يعني ان نعمل حاجات تأثر تعمل تأثير تأثير إيجابي وتبضل موجودة النجاح الجماهيري ده أصل حاجة أصل حاجة بس اللي هو طرق كتير في طريقة بعض الناس بتستخدمها وأنا شايف أن حتى دلوقتي الإعلامة بقاش رايح وده أفضل أنا شايف أنه ده أفضل فأنا همني التأثير مثلا حاجة بتقولي أنا عملت بين اختاره واثنين وثلاثة عملت زيكو من أجل زيكو والغازة جاهزها يا ميدو هنتلع بيها حاجة تانية خالص وفيه رحلة وفيه هدف وفيه فكرة ارتباط الأسرة وروح حلو فكرة الحلم العيلة المفككة اللي هي بتسعى الحلم حتى لو الحلم ده بعد كده بقى وهم يعني هم معرفوا نص الفيلم أنه وهم وكملوا برضو الحلم وفيلم كوميدي والناس خارجة منه ببهجة ومبسوطين جدا وكان فيه بين اختار واحد واثنين كان فيه موسى في الموسى كان تجربة كده يعني عاوزيني خش في حاجة جديدة لما نجي تكلم عنه بس كون عاوزيني خش في حاجة جديدة طبعا اه مع كريم وإياد برضو فلأ فأنا حاسد ان يعني الموقع اللي أنا عاوزه بيحصل يعني قدرت قدرت تعمل ده أنا أقصد ان كان ممكن عاصل الاختيار شغله كتير حقيقي قوي حقيقي شغلك اه ممكن تكون بتبقاعد في المونتاج بتمنتج ممكن تكون قاعد بتخلص بقية الحاجات بتاعتك بس في النهاية بيبقى العمل كامل ككل انت بتشتغل بطريقة منظمة انت بتحطها لنفسك يا فيتر اه ما يعني خريت كل الطبي برضو فبعد تعود على الجداول ومتعود على يعني لعشان بنسمع مثلا فيه مؤعظم المسلسل بتخلص مثلا يوم 27-28 رمضان واحنا على فاكرة فيه احنا بنخلص متأخر جدا بزروف التصوير يعني الاختر الاوليني خلص في في وقت متأخر اللي كانت ساعتها فيه الفترة بتاعت الكورونا واحنا ضايفنا لكن هيا الفاكرة ان ما بقاش فيه مشاكل يعني 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 ما بقاش الناس وبالذات الاختيار الناس مقدرة ان احنا بنعملش مسلسل عادي احنا بنعمل مسلسل بيأثر في ناس كتير مسلسل الماصرين كلهم بتفرج عليه والوطن العربي كل بتفرج عليه ويمكن بيوند الوطن يعني ما وراء الوطن العربي كمان يعني 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 الناس مركزة مع الاختيار جامد طبعا مش هزار يعني على جميع المستويات سياسيا يعني بالزبط مش العرب بس لا 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 وبره وجوه خطة احمر زي ما بيقول واخطة احمر لان فيه اروح شهدة وفيه وطن وفيه وفيه ارهاب وفيه يعني نقف شوية عند الاختيار تلاتة والشخصيات واهنيك على اختياركو لياسر جلال وتكسيده لرئيس عبدالفتاح السيسي عملوا باتقان شديد بشكل يعني كانت مفاجأة بالنسبة للناس كلها طول شهر رمضان قد ايه ابدع هل انت ساعات بقى وانت بتصوره كنت بتتخدم ايه طبعا عفكرة ياسر يعني اكتر حد او من اكتر الناس المجتهد انا اشتقى في حياتي ده حال يعني اللي انت شفتيك حاله جدا ده كله موجود ياسر يعني كان بيجيب بالفيديوهات ويذكرها وي بال بالحركة بالنفس بالحاجات فده فعلا ده كله موجود ياسر يعني والدور كان صعب قوي و يعني اصعب كل حاجة اصعب كل حاجة بس اصعب مشهد انت تخضيت منه هو بيجسده لا هو طبعا اول مرة احنا نشتغل اول مرة اول مشهد طبعا ده كان خضيتنا كلنا والمشهد اللي بينه بين خارط شاطر اللي كان فيه نيرف وكان فيه العصبية وكان فيه مشهد ده كان كويس جدا وعلى فكرة هو كمان كان حالق يعني هو كان حالق وكان حالق دقنو شعره وكان متم بالفيزيكال لك وباللبس لا ياسر عمل مجهود رهيب يعني والصوت والصوت ده صوته هو متأكد ده صوت ياسر احنا احنا بسألتك كتير اه طبعا ده صوت مين صوت ياسر جال صوت مين لا لا ده صوت ياسر جلال جاب النبرة مية في المية ممثل كبير يعني ممثل كبير يعني فاشتغل عليها كتير جدا يعني انا اول مرة اول بروفر فضل ماسكها يعني فضل ماسك النبرة على مدار التلاتين حلق جدا 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 يعني واحنا ملابناش في الصوت ولا هو ده صوت ياسر ياسر هو اللي عامل الصوت ده بالتقطيع بتاع الكلام طريقته بالنفس بالحاجة كل ده مجهود ياسر يعني انت عارف وانت بتقول الكلام وده مهم جدا بقى كمان عشر خمسة واشر عشرين سنة يعني هو مهم دلوقتي بس هي مهم اكتر قدام بعد كده طبعا انا بحس بفخر كبير ايو وانت بتقول الكلام ده لانه قد احنا كمصريين جامدين قوي 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 في الشغلانة دي بجد لما بتدينا حاجة ولازم نعملها صح بنعملها حلوة قوي 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 بجد يعني انا وانت بتقول الكلام ده اكتر او اصعب المشاهد كانت في الاختيار ثلاثة بالنسبة لبيتر مين لا هو الاختيار تده بفوش حاجة سهلة يعني الاختيار الثلاثة على فكرة هو التلات اجزاء لا بس تلاتة كمان يعني بفوش حاجة فعلا سهلة وحقيقة يعني ان الدولة توافق على ان يتفتح الملفات بالشكل ده فده يمكن يكون صعب في اماكن تانية كتير فدي يعني اقدر اقول عليها ثقة في النفس وثقة ان الدولة على حق وعاوزت توري الحقيقة للناس فده كان حاجة كبيرة جدا يعني يعني اصل حاجة اكبر بالمسلسل كمان